أطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغازة المسيلة للدموع على محتجي السترات الصفراء الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزلزي الشهير بالعاصمة باريس وقالت متحدثة باسم شرطة باريس أن السلطات ألقت القبضة على 16 شخصا وعززت حضورها بنشر 10 ألاف شرطي وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية شارك أكثر من 100 ألف شخص في الاحتجاجات التي تطالب بتخفيض الضرائب المفروضة على وقود السيارات أو استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون خلال العام الماضي ارتفع سعر وقود الديزل في فرنسا بالنسبة 23% وبلغ سعره الآن واحدا ونصف اليورو للتر الواحد تقريبا هذا ويخشى مسؤولون من تسلل جماعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار إلى حركة السطرات الصفراء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر